لا يخفي القيمين على تجمع المطاحن في لبنان عدم رضاهم للتسعير المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد اللبنانية بالنسبة لطون الطحين وهي 540 ألف ليرة لبنانية وقد اعتبر تجمع المطاحن أن الأعباء الإضافية التي طرأت عليه مع زادة الأجور وزادة سعر الأمح عالميا لم تؤخذ بعين الاعتبار فقام التجمع بإرسال ملاحظاته لوزير الاقتصاد من أولى نحاس ملاحظات تظهر مع اعتماد الأسعار والأعباء الجديدة أنه سعر تون الطحين يجب أن يكون 679 ألف ليرة لبنانية نحن لم نكن طرف بالاتفاق بين وزارة الاقتصاد وبين تجمع نقابات الأفران بس بالدراسة يلي عملوها وزارة الاقتصاد ورفعوها للأفران ويلي وافقوا عليها بلغونا أنه اعتمدوا سعر لطحين 600 ألف ليرة أرض المطحنة رسلين سنو يودي في أن وزارة الاقتصاد قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر ومراقبة الكلف والأسعار والأرقام هي التي ستظهر الواقع رافضاً اعتماد فرضيات لتحديد سعر تون الطحين بس من شما نكون سلبيين نحن رح نستمر رح نسلم لطحين ابتداء من أول الشهر ابتداء من نهار الأربعة بـ 600 ألف ليرة أرض المطحنة وحنا نراقب الأسعار العالمية إذا سعر الأمح نزل إلى ما دون الـ 285 دولار للطون هي المعادلة اللي يعتمدوها وزارة الاقتصاد بالدراسة وإن خالي ارتفعت إلى أدنى 200 دولار الطون ساعتاً نحن بنستمر هناك 13 مطحنة في لبنان تؤمن الطحين لكيفة السوق اللبناني وأصحاب هذه المطاحن يعتبرون أنه دعم الطحين الذي يتحدث عنه أصحاب الأفران يأتي من جيبتهم لأنه سعر القمح عالمياً ارتفع أكتر بكتير في 3 شهر الأخيرة من السعر المعتمد محلياً